بشرة صار إلى مستخدمي قطاع التربية الراغبين في اغتناء سيارة حيث سيتمكنون أخيراً من تحقيق رغبتهم بموجب الاتفاق المبدئي بين شركة رونو الجزائر ولجنة الخدمات الاجتماعية الذي يقضي بإمكانية استفادتهم من سلفيات من اللجنة بقيمة خمسين مليون سنتيم وقرض استهلاكي من رونو بنفس القيمة لشراء سيارات سامبول على أن يسدد المعنيين بشراء السيارة الفارق بدفع مبدئ ضائل جداً لا يتجاوز 13 مليون سنتيم في حال تعلق الأمر بسامبول ميد إن بلادي قدر سعرها بـ 112 مليون وتسعة آلاف سنتيم وحسب ما كشف عنه مصطفى بنويس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية فإنه من المقرر أن تكون عملية التسديل بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار شهرياً للجنة فيما لم تتحدد بعد قيمة التسديد بالنسبة لشركة رونو مشيراً في نفس السياق أن اللجنة بصدد إبرام اتفاقيات مع مختلف وكلاء السيارات هذا وينتظر الجزائريون بفارغ الصبر الإفراج عن القرض الاستهلاكي في صيغته المتعلقة باغتناء سيارة سامبول ترجمة نانسي قنقر